موسيقى مساء الخير على حضرتك و أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناس النهاردة هيكون معنا المهندسة خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات هنشوف النهاردة إيه المناطق اللي تطورت وإيه المناطق اللي لسه هتتطور هل الصندوق ده مسؤول عن تطوير العشوائيات الخطرة أو الغير أمينة فقط ولا العشوائيات اللي موجودة في مصر بشكل عام أو في عدد من المناطق اللي موجودة في مصر كلها بشكل عام كل اللي عنده سؤال أو مشكلة يقدر أنه يتواصل معنا أو يكلمنا مباشرة وطبعا على مدار الحلقة هننتظر اتصالات حضرتكو وكمان لو مش عارفين تكلمونا بعتولنا رسائل وهنتواصل مع حضرتكو وكمان خليني أبدأ مع حضرتكو بفقرتنا اللي عودناكو عليها وهي فقرة الناس بتفكر في ايه أو الناس بتدور على ايه على محركات البحث في موقع جوجل أول حاجة هنلاقيها معانا النهاردة في الترند هو المدارس اليابانية المدارس اليابانية هي يمكن من أكتر الأشياء اللي كانت بحثا على جوجل والحقيقة أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الدراسة في المدارس اليابانية هتبدأ العام الدراسي الجديد والمفروض أن المرحلة الأولى للتقديم لشغل وظائف بالمدارس المصرية اليابانية ابتداء من نهاية شهر فبراير الوظائف المطلوبة هتكون مدير ووكيل مدرسة ومعلم ومعلم مساعد المفروض أن وزارة التربية والتعليم في المرحلة النهائية لوضع المعايير النهائية لاختيار وقبول الطلاب بالمدارس اليابانية ده طبعا بالتنسيق مع الجانب الياباني للوصول للمعايير النهائية لكن المهم أن الكثافة الطلابية في الفصول لن تتجاوز الثمانية وثلاثين طالب وطبعا بيتم إرسال مجموعات من الطلاب والمدرسين إلى اليابان كتجربة أو كمعايشة للتجربة التدريس اليابانية بشكل عام يمكن دي من أول وأبرز الحاجات اللي كانت موجودة معنا في الترند الملحاجة التانية كمان اللي الناس كانت بتبحث عنها الخطيب في مستشفى بألمانيا وكان الناس بتبحث عن كلمة محمود الخطيب طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي سافر لألمانيا الإجراء في حصات طبية مكثفة بعد شعوره بحالة من الإرهاقة الشديد خلال الفترة الماضية الخطيب طبعا كان دخل المستشفى المجاورة للنادي ده المدة 24 ساعة تحت الملاحظة وبعدها سافر إن شاء الله يكون أو يقوم بألف سلامة وتكون حاجة عبرة أو حاجة بسيطة ثالث حاجة ناس بحثت عنها أو دورت عنها كان فيه سرش على الفنان عاد الإمام الفنان عاد الإمام طبعا طمعا جمهوره بعد ما بيته تعرض لحريق كبير وقال أستاذ عاد الإمام إن هو بخير وإن الحريق دمر جزء من صور منزله فقط اللي موجود بمنطقة كردسة وتمت السيطرة على الحريق طبعا ألف حمد الله على السلامة والحمد لله إن هي جت حاجة بسيطة كده أستاذ عاد الإمام قيمة فنية وقيمة مصرية كبيرة جدا جدا عندنا طيب رابع حاجة كانت موجودة في محركات البحث أو الناس كانت بتبحث عنها هي مستشفى العباسية تقدمت طبعا إحدى المنظمات الحقوقية ببلاغ لنائب العام ضد مدير مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية وطاقم التمريد بتهمة الاعتداء على المرضى النفسيين وتعذبهم بطريقة غير أدمية أكيد حضراتكو تبعت وطبعا الفترة اللي فاتت وكان فيه صور منتشرة مؤلمة جدا جدا للمرضى النفسيين اللي موجودين داخل المستشفى وتعامل معاهم غير أدمية عشان كده الناس كانت بتبحث عن المستشفى تتابع تشوف وصلور إيه إيه اللي حصل ومن ثم تكون يعني متابعة لتطورات هذا الموضوع خمس حاجة معنا فالترند هي الصوب الزراعية الترند ده كان على تويتر كان أعلى تويند على تويند عفوا على تويتر الصوب الزراعية وده بمناسبة طبعا افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة للصوب الزراعية في مطروح من أبرز التغريدات كانت موجودة حتى كتب أحد الرواد تويتر زمان كان الرئيس بيتصور وهو بيحط حجر الأساس للمشاريع المشاريع كانت لسه على الورق النهاردة رئيسك رئيس الدولة بيفتتح مشروعات اشتغلت وأنتاجت بالفعل ده من أبرز التغريدات اللي كانت موجودة على تويتر بخصوص موضوع الصوب الزراعية اللي افتتاحوا النهاردة الرئيس صباحا في محافظة مطروح دي كانت أبرز وأهم الحاجات اللي الناس كانت بتبحث عنها أو كانت بتتكلم عنها على مواقع التواصل الاجتماعي خليني أطلع مع حضراتكو لفاصل وبعد الفاصل هنبدأ نتناقش مع حضراتكو في أبرز وأهم الأخبار اللي متدولة واللي موجودة واللي بتهمكو ومن ثم ننتقل إلى فقرتنا العشوائيات في مصر من أين وإلى أين في صوت الناس النهاردة تابعونا ولكن بعد الفاصل أطلع